بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عدل الله فرجو الشريف رزقنا الله وإياكم أن نكون من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه من أحدى طرق خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة هو أن تكون ملتزماً بأوامره ونواهيه الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون خادماً حقيقياً للإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة هذه من أحدى أفضل الطرق ومن أحدى أسرع الطرق محبوبية عند الإمام سلام الله عليه أن تكون إنساناً متقياً في زمن الغيبة محافظاً على دينك محافظاً على عقيدتك ملتزماً بالأوامر ومنتهياً عن النواهي وعن المعاصي إذا وجدك الإمام سلام الله عليه هكذا كنت خادماً حقيقياً للإمام سلام الله عليه لاحظوا هناك طبعاً روايات عديدة في هذا المجال أنا أذكر لكم بعضاً منها تبين أن أهل البيت عليهم السلام وخصوصاً الإمام سلام الله عليه الذي نحن نعيش في زمنه في زمن غيبته في زمن إمامته أكد كثيراً على هذه المسألة أن يكون الإنسان المؤمن الموالي الذي يسأل من الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج ويسأل من الله أن يكون من أنصار الإمام سلام الله عليه وأن يكون من الذين يخدمونه أن يجب عليه أن يتحلى بهذه الصفة أن يكون ملتزماً بالأوامر ومنتهياً عن النواهي هذه الرواية الأولى التي وردت هي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال إن لا نعد الرجل مؤمناً إنه يعني أهل البيت لا نعد الرجل مؤمناً حتى يكون لجميع أمرنا متبعاً مريداً ألا وإن من اتباع أمرنا وإرادته الورع يعني مخافة الله سبحانه وتعالى فتزينوا به يرحمكم الله وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله هكذا الإمام الصادق سلام الله عليه بيّن في هذه الرواية المباركة بأننا أهل البيت لا نعد الإنسان مؤمناً حتى يكون لجميع الأوامر متبعاً لا يكون بعض الأوامر بعض الأمور الواجبات التي فيها رضا نفسه أو فيها مصلحة له يكون متبعاً لها ولكن إذا تعارضت هذه الواجبات وهذه الفرائض مع مصلحته الدنيوية تجد بأنه يكون غير ملتزم بها هذا الإنسان لا يكون مؤمناً حقيقياً بمنظور الإمام الصادق وبمنظور أهل البيت عليهم السلام فبيّن بأنه أنتم أيها المؤمنون تزينوا بالورع تزينوا بمخافة الله سبحانه وتعالى فإذا وجدكم الله سبحانه وتعالى سوف يرحمكم والأمر الآخر قال كيدوا أعداءنا يعني أدخلوا عليهم الغيظ أدخلوا عليهم الحزن لأنهم إذا وجدوكم ملتزمين بتعاليم الله سبحانه وتعالى هذا يشكل عامل حزن على أنفسهم لأنه لا يوجد هناك أمر يستطيعون أن يأخذوه عليكم أو ينتقصوا منه عليكم إذا وجدوكم بأنكم ملتزمين لأوامر الله فإذا وجدكم الله كذلك ينعشكم الله يعني يرفع مقامكم يعطيكم الخير في الدنيا والآخرة هكذا بيّن الإمام الصادق صلى الله عليه في هذه الرواية المباركة كذلك رواية أخرى وردت عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له بما يعرف الناجي الإنسان الناجي في يوم القيامة ما هي صفته ما هي علامته قال من كان فعله لقوله موافقا من كان فعله لقوله موافقا فأثبت له الشهادة ومن لم يكن فعله لقوله موافقا فإنما ذلك مستودع هذه صفة أساسية بيّنها الإمام الصادق عليه السلام الذي يكون فعله لقوله موافقا هذا الإنسان الذي يكون مؤمنا حقيقيا ويكون ناجيا في يوم القيامة بعكس الإنسان الذي يكون فعله مخالف لقوله هو يقول بالأوامر يقول بالحلال والحرام يتحدث عن الحلال والحرام يتحدث عن خوف الله سبحانه وتعالى ولكن عندما تأتي على أرض الواقع تجد بأنه فعله مخالف تماما لأقواله في القول يقول أنا أخاف الله سبحانه وتعالى أنا أتبع ما يريده الله سبحانه وتعالى ويريده أهله البيت ولكن عندما تأتي على أفعاله تجد بأنها منافية ومخالفة تماما عن أقواله التي كان يتحدث بها الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا الإنسان الذي يكون فعله مخالف لقوله هو إنسان مستودع ماذا يعني مستودع؟ يعني يكون الإيمان وديعة في قلبه يعني إيمان مؤقت ليس إيمانا دائميا بحيث أنه هذا الإنسان الذي يكون إيمانه مستودع يخاف عليه من الضلالة يخاف عليه من الزيغ في نهاية حياته في عاقبة أمره لا يموت على ولاية أهل البيت تعالى والسلام تأتيه الشبهات يأتيه شيطان تأتيه بعض الوساوس الشيطانية تحرفه عن هذه الولاية تحرفه عن هذا الدين لأنه غير ملتزم بتعاليم أهل البيت أهل البيت متى يثبتون الإنسان على عقيدتهم وعلى ولايتهم متى ما كان الإنسان جادا حقيقيا في أفعاله كانت أفعاله نابعة عن إيمان عن يقين لا يتحدث شيء أمام الناس ولكن في أفعاله وفي خلواته يفعل خلافه من الذي يتحدث به هذا الإنسان يكون إيمانه مستودعا عارية في صدره كما بيّن الإمام الصالح سلام الله عليه كذلك الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف هو أشار إلى هذه الحقيقة في أحدى رسائله إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه أشار إلى جملة من الأمور هذه واحدة منها قال له فليعمل كل مرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا هذا واجب أمر من الإمام المهدي سلام الله عليه لكل إنسان لكل مرئ كما بيّن أن يعمل الأفعال التي تقربك من محبة الإمام تقربك من رضى الإمام عليك وأن تبتعد وأن تجتنب جميع الأفعال التي تقربك من سخطه ومن عدم الرضا فإن أمرنا بختة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم ندم على حوبة والله يلهمكم الرشد ويلطف لكم في التوفيق برحمته لا تقول أنا أفعل المعاصي أو فقط في هذا اليوم أو فقط في هذا الأسبوع أو فقط في أيام الإجازة أو العطلة كما يقول بعض الشباب أفعل المعاصي أسمع الغناء أرتكب المحرمات وبعد ذلك إن شاء الله تعالى أتوب أستغفر الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لا يكون ناصراً حقيقياً للإمام لا يكون خادماً حقيقياً للإمام في زمن الغيبة الإمام بيّن أمرنا يأتي فجأة بغته على فجأة قد يأتيك الموت على فجأة تصاب ببعض الأمراض التي تقعدك عن العبادة فإذن لا تقول بأنك بأنك سوف تستغفر سوف تتوب من الذي يضمن لك هذا المستقبل هل أنت تضمن بأنك تعيش بعد دقيقة من الآن الكثير من الناس الذين نعرفهم في هذه الحياة كانوا في الصباح معنا ولكن في المساء أصبحوا تحت التراب الإنسان لا يملك أجله لا يعلم أين يموت متى يموت في أي ساعة في أي وقت في أي مكان فيجب عليه أن يكون دائماً على هذا الطريق أن يكون ملتزماً بأوامر أهل البيت وأن يكون مبتعداً ومنتهياً عن نواهي أهل البيت عليه وسلام كذلك ورد عن الإم عليه وسلام وهذه حقيقة يجب على كل إنسان أن يعرفها بأنك أيها المؤمن أيها الشيعي أنت عبد للإمام هذه العبودية عبودية جعلها الله سبحانه وتعالى واسطة حتى تكون مرضياً عنده أنت عبد للأم عليهم السلام عبد لهم في التعاليم وفي الأفعال وفي الأقوال التي تقوم بها أنت لست حراً في تصرفاتك وفي أفعالك أنت تابع لأهل البيت عليهم السلام وهذه الحقيقة كثيراً ما نحن نقرأها في زيارات أهل البيت عليهم السلام عبدك وابن عبدك كثيراً ما نقرأ في زيارات الأم عليهم السلام جئتك يا مولاي كثيراً ما نقرأها في زيارات أهل البيت عليهم السلام في زيارة آل ياسين التي نذكر نحن هذه الزيارة على اعتبار أن البرنامج تعلق بالإمام المهدي عدل الله فرجه الشريف لاحظوا كم مرة تكررت هذه العبارة أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا مولاي تخاطب الإمام بأنه مولاك كذلك في مورد آخر فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم فأنت تابع للإمام أنت عبد للإمام المهدي فانظر هل تصرفاتك هل أفعالك تتناسب مع مقام العبودية أو لا العبد في الأمور المادية يراعي جميع ما يحبه مولاه منه جميع ما يحبه مالكه منه لا يقوم بأفعال أو تصرفات تغضب مولاه لأنه يعلم بأنه سوف يعاقبه سوف ينزل عليه العقوبة المادية أو المعنوية فأنت كذلك اجعل هذه الصورة في بالك أنت لست إنسانا حرا تستطيع أن تتصرف كل الأشياء ودون أن ترجع إلى إمام أو أن تكون حرا في جميع الأفعال ولا يوجد هناك رقيب عليك مراقب على أفعالك أنت منتمي إلى إمام حي ينظر إلى أفعالك يراقب تصرفاتك فانظر ماذا تفعل هذه صحف الأعمال في كل يوم وليلة ترفع إلى الإمام فهل أنت مستعد بأن ترفع له أعمال غير صالحة هل لديك وجه أن تقابل الإمام سلام الله عليه في عصر الظهور أو في القيامة في الآخرة وأنت يأتي الإمام ويحاسبك على هذه الأفعال السيئة التي قمت بها هل لديك وجه أن تنظر إلى عين الإمام إذا ظهر أو في القيامة في الآخرة إذا عاتبك وقال لك يا فلان ابن فلان لماذا قمت بكذا عمل هل لديك جواب هذه حقيقة من الأمور التي يجب على كل إنسان مؤمن أن يحضر نفسه للإجابة عنها يجعل هذه الأمور هذه الصورة في باله عند ارتكاب كل فعل من الأفعال يعلم بأن الإمام شاهده يراقبه لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون قال هم الأئمة الأئمة ينظرون يرون أعمالك أيها الإنسان المؤمن فهل أنت قدمت هذه الصحيفة وفيها أعمال حسنة أو فيها أعمال غير صالحة غير حسنة المؤمن الحقيقي الخادم الحقيقي للإمام الناصر الحقيقي للإمام الذي يسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون أن يجعله من أنصار الإمام في كل يوم وليلة المؤمنون يلهجون بهذا الدعاء اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه فهل أنت لبيت شروط هذه الخدمة شروط هذه النصرة أو لا لاحظوا أذكر لكم قضية واحدة تبين بأن الإمام سلام الله عليه مراقب لأمور شيعته وهو لا يرضى بأن يكون أحد من الذين غير ملتزمين بتعالمه أو أوامره أو لا يشتنب معاصيه بأن يكون خادما له هذه قصة وعبرة لجميع المؤمنين في زمن الغيبة وكذلك في زمن الظهور لاحظوا هناك رواية وردت عن الحسن بن خفيف عن أبيه قال بعث الإمام المهدي سلام الله عليه بخدم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ومعهم خادمان وكتب إلى خفيف أن يخرج معهم فخرج معهم فلما وصلوا إلى الكوفة شرب أحد الخادمين والعياذ بالله شرب المنكر شرب أحد الخادمين مسكرا فما خرجوا من الكوفة حتى ورد كتاب من العسكر يعني من سامراء برد الخادم الذي شرب المسكر وعزل عن الخدمة الإمام لا يرضى بأن يكون أحد في خدمته أو أحد يكون في جملة أو زمرة أصحابه وأنصاره وهو يفعل هذه المعاصي يفعل القبائح لا يتورع عن معاصي الله سبحانه وتعالى لا يكون متقياً الإمام لا يرضى بهكذا أنصار فأنت أيها المؤمن إذا أردت أن تكون خادماً للإمام سلام الله عليه في زمن الغيبة يجب عليك أن تكون ملتزماً بأوامر الإمام سلام الله عليه ومنتهياً عما نهى عنه الإمام عزي الله الرجل الشريف جعلنا الله وإياكم من المتبعين لتعاليم الإمام المهدي عزي الله الرجل الشريف في هذه الدنيا ومن الفائزين إن شاء الله تعالى بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة